الفنان وائل كفوري يتزوج من حبه الأول بعد فراق دامى 19 عاماً تعرف عليها ومعلومات أخرى يستعد الفنان لبنان وائل كفوري للزواج من حبه الأول بعد فراق دامى لمدة 19 عاماً وهي فتاة مغربية من خارج الوسط الفني تدعى ماجدة أليموس وسيقام حفظ زفاف الفنان وائل كفوري من السيدة المغربية في مدينة قبرص في اليوم الثالث والعشرون من الشهر الجاري بسبب اختلاف ديانتهما إذا أن الفنان اللبنان وائل كفوري من الديانة المسيحية أما المغربية ماجدة فهي من الديانة المسلمة كما سيقتصر الحضور على الشهود فقط بسبب معارضة الأهل لتلك الزيجة موسيقى وكان الزواج تأخر بين الثنائي بسبب عدم موافقة أهل العروس موسيقى كذلك ذكر الصحف اللبنانية أن الفنان اللبناني وائل كفوري أهدى ماجدة سيارة فاخر هدي الزواجهما موسيقى وبدأت قصة حب الثنائي عام 2004 ولكن أهل الفتاة عارضوا علاقتهما فاسترقا موسيقى وقد تحدث الفنان وائل كفوري عن قصة حبه مرتين الأولى عام 2005 في حواره لمجلة كلام الناس حيث قال أنه يعيش قصة حب مع فتاة غير لبنانية ويهدي لها معظم أغانيه العاطفية موسيقى ومرة أخرى خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامج تخاريف حيث قال أنه عرف الحب في حياته مرة واحدة دون ذكر أي تفاصيل موسيقى وكان الفنان وائل كفوري انفصل مؤخرا عن زوجته أنجيلا جورج بشارة بعد أن تزوجها عام 2011 ويذكر أن طلاق وائل كفوري من زوجته السابقة أنجيلا بشارة أثار ضجة كبيرة خصوصا بعد استعراض الأخيرة قيمة النفقة لابنتيها موسيقى بعد أن استعرضت قيمة النفقة لابنتيها وسخرية منها لكونها لا تكفي حاجاتهما وذلك بنشر شيك مصرفي بقيمة 6 ملايين ليرا لبنانية أي ما يعادل 300 دولار أمريكي موسيقى ومن المعروف أن زواج وائل كفوري كان أشهر زواج سري في لبنان ولطالما حرس النجم على إبقاء عائلته بعيدا عن الأضواء موسيقى ورزق الفنان وائل كفوري بابنتهم الأولى وأسمها ميشيل بناء على رغبة زوجته في يوم عيد ميلاده الموافق الرابع عشر من سبتمبر عام 2014 بعد أن أشيع عن قبر طلاقهما عام 2013 موسيقى ولكن وائل ومدير أعماله قاما بنفي الخبر حيث استغل لحظة استلامه جائزة الموريكس دور كأفضل فنان لبناني وأعلن عن إهداء الجائزة إلى زوجته وأبنته موسيقى وفي أكتوبر عام 2014 أشيع خبر انفصاله عن زوجته بعد ارتباطه بعلاقة حب وطيدة مع ملكة جمال الشرق الأوسط المغربية أحلام حجي والزواج منها في قبرص موسيقى إلى أن أوضح مدير أعماله السيد إيدي غانم أن هذا الخبر غير صحيح وأن وائل لم يطلق حتى يتزوج موسيقى وفي الأول من يونيو عام 2016 رزق بابنته الثاني وأطلق عليها اسم ميلانا موسيقى طلقة الفنان وائل كفوري أنجيلا بشارة مع ابنة هيمة موسيقى وانتشرت العديد من الشائعات التي تفيد خطوبة الفنان اللبناني من حبيبته شانا عبود موسيقى الفنان وائل كفوري مع شانا عبود موسيقى ولكن مواقع إخبارية لبنانية لفتت إلى أنهما يعيشان المساكنة منذ سنوات دون بوادر لزواج مرتقب أو ارتباط الرسمي موسيقى يذكر أن الفنان اللبناني وائل كفوري تعرض لحادث سير مروع على طريق جبال وكانت برفقته شانا عبود موسيقى الحادث سبب في طيران وائل من السيارة لأنه لم يكن يضع حزام الأمان على عكس حبيبته شانا ولكن وضعهما مستقر ولا تتعدى إصابتهما الردود موسيقى ومن صدم وائل كفوري هو شخص سوري لذب الفرار فور وقوع الحادث ولكن تم الاستدلال عليه من رقم سيارته موسيقى وشانا عبود هي سيدة أعمال في مجال القطاع المصرفي كانت متزوجة ومطلقة ولديها ولد موسيقى والفنان وائل كفوري مغني لبناني يبلغ من العمر 48 عاما حيث ولد في الرابع عشر من سبتبر عام 1774 في زحلة لبنان موسيقى والده إيميل كفوري ووالدته هودا شاربل لديه أختان وأخ واحد ريما وميرنا وميلاد وهو الثاني بين إخوته موسيقى وينتمي الفنان وائل كفوري إلى طائفة الروم الملكيين الكاثوليك وتعلم أداء المواويل من والدي سيد إيميل موسيقى 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 اشتركوا في القناة المخرج سيمون أصمر وفاز بالميدالية الذهبية بعد سيد الفن حقق انتشاراً وشهرة بأغانية وآخرها أغنية البنت القوية وأغنية ست الكل اشتركوا في القناة